لدينا مفاوضات يومية مع إسرائيل لجنة كوغات التي تلتقي يوم أو ليلة مساء وقال أنه يكون هناك سقفة على الشاحنات وزادوا من كميات الوقود هذه الخطة ستسمح لكافة الأطراف ليس فقط إسرائيل بأن تدريك ما نعتبره أساس العمليات الإنسانية وما وجدته مثيراً للاهتمام عندما كنت في إسرائيل في الأسبوع الماضي المسؤولون الإسرائيليون قالوا نحن بحاجة المساعدات الإنسانية تذكروا كل الطرابات التي حصلت لم يكن أي شيء يدخل وكان حتى مخازن أروى دمرت فهناك سبب للمساعدات الإنسانية وبالنسبة لنا هو بلا شك الأمر الإنساني ولكن كذلك لتهدئة الأوضاع الخطرة جداً إذن سنتفاض على الهمر ليلة مساء من الآن فصاعداً وليس لدي أدنى شك أنهم سيتقلب مع الأحداث ولكننا سنبقى عازمين على تحقيق هذه الحاجة هل لك أن تحدثنا عن بعض التفاصيل لقائكم الصباح اليوم معوز الخارجي الإيراني عبداللهيان هل لديه أي مبادرة أم أي شيء يخص خطتكم لن أعطيك أي تفاصيل أنا لا أتحدث عن أي نقاشات دارت بني وبين الزوار هو بكالفع ذلك أنشاء ناقشنا الأوضاع بالتفاصيل أنا من بين هؤلاء وأتخيلك أنت أيضاً وهذا ما قلته له أيضاً أنا أخرق قاعدتي أصلاً مثلاً حول التوسيع اتساع رقعة الحرب في الشمال وإذا ما كان ستكون هناك حرب في الشمال مع حزب الله وإسرائيل فأخشى أن يحصل أسوأ ما نتخيله ونحن نعرف بأننا نستطيع بكل سوء نتخيله الأسوأ لأن هذه الحرب ستجعل كل ما يحصل في غزة وصراعها وكل شيء مروع ستبدو كأنها مجرد البداية بداية حرب أقليمية تؤثر عديد من الأطراف شاهدنا الأثر على سوريا وحتى بلدي أنا اليمن أيضاً فبشكل طبيعي قلق اتساع رقعة الشطرانج كان الموضوع الذي ناقشته بشكل إساسي معهم ووافقني الرأي بكل تأكيد أن مثل هذا الأمر خطير النقاط العشرة التي طرحتها ليست بالشيء الكبير كما قلت قبل أسابيع تكرارها الآن كيف ستشكل ذلك الفارقة أنا أكررها لأن الكثيرون يقولون بأننا ليس لدينا خطة وفي حقق الأطبع كانت لدينا خطة وقلت بشكل متعمد هذه الممارسة المعيارية للعمل الإنساني ولكن مع ذلك لدينا من يقول حتى في المنطقة أنه ليس لديكم خطة ماذا ستفعلون لماذا لستم في المنطقة الآمنة كيف ستتكيفون مع 800 أو 500 ألف أو الأعدال المختلفة من القادمين إلى الجنوب أريد أن أضعه بشكل رسمي ونحن لم نفعل ذلك بالمناسبة بهذا المستوى من التفاصيل أريد أن أضعه بشكل جلي وبشكل رسمي ما هي الأولويات والخطوات الضرورية أنا سعيد أن كانت هذه الكلمة المناسبة أنها ليست بيئة المسألة المحيرة ولا ستكون مشكلة أسمح لي أن أعلق بشكل شخصي الأمر الذي يميزه القانون الإنساني الدولي هو أنه في الختم التكرار البسيط للالتزامات الإنسانية أليس كذلك؟ هو ليس علم معقد هو تكرار بسيط لكيف يجب أن نعامل الأشخاص خلال حروب نقاط العشرة إذا ما سمحتيني بانتقالي إليها هي مجرد تكرار بسيط لأساسيات عمليات المساعدات الإنسانية في الحروب وبالمناسبة يسعدنا أخوض نقاشا معكم حول السودان والأشياء الضرورية هناك السودان الآن وأخيرا نحن نجمع الأطراف في جدة وسنتحدث عن إصال المساعدات وإشاء كثيرة مشابهة ولكن في غزة اتهمنا مرارا أو أكثر من مرة يقولون لستم مستعدون لسلكم الشاحنات لماذا وضعتم الشاحنات فقط يوم أمس وغيرها ولهذا السبب فقد أوضحت بالقول لدينا الشاحنات لدينا الخطة لدينا الأشخاص نحن في العريش ومستعدون للتحرك نحن نستطيع ونقوم بهذا العمل وبشكل محترف وفقا لمتطلباتي الحيادية وعدب الانحيازي ولا يجب أن اتهمنا أحد بأننا غير مستعدين شكرا جزيلا لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر